ندخل بقى الطول اللي هو يعني ما حدش بيتكلم فيه خالص وهو أمر مهم بالنسبة لناس كتير قوي بالنسبة لمتوسطات الطول بحسب الأوزان السابقة يعني الأوزان اللي أنا لسه قيلها للولاد أو البنات يا ترى المقابل اللي هي في الطول قد إيه؟ نرجع بقى للبنات يعني كل بنت قلنا في عمرها مثلا بتاع سنة بتاع سنتين وهكذا بفروض يكون قد إيه؟ كوزن هنقول دلوقتي بقى الطول خلاص الوزن الطول المفروض في البنات عند نهاية السنة الأولى يكون أربعة وسبعين سنتي واثنين ملي ده عند البنت تمام؟ وعند الولد ستة وسبعين سنتي وثلاثة ملي ده بناء على إيه يا جماعة على الأوزان المثالية اللي احنا لسه قيلنا خلاص حفظنا؟ طيب عند نهاية السنة التانية الطول المثالي للبنت خمسة وتمانين سنتي وثلاثة ملي والطول المثالي للولد ستة وتمانين سنتي وتسعة ملي عند نهاية السنة التالتة تلاتة وتسعين سنتي عند البنات واربعة وتسعين سنتي واثنين ملي عند الولاد عند نهاية السنة الرابعة الطول المثالي للبنت بيكون متر واربعة ملي متر واحد واربعة ملي وعند الأولاد متر وصنتي وستة ملي يعني مية وواحد سنتي وستة ملي أما عند نهاية السنة الخمسة فمتوسط الطول عند البنات بيكون كم بقى؟ بيكون عند نهاية السنة الخمسة مية وسبعة سنتي واثنين ملي وعند الأولاد بيكون 108 سنتي و 3 ملي تمام كده؟ طيب في اللحظة اللي أنا بكلم فيها حضراتكو دي في حد دلوقتي مش حد واحد بقى فيه آلاف بيقولوا إيه؟ إيه ده؟ إزاي بقى الكلام ده يتحسب بقى بالملي وبالحاجات دي كلها ده؟ ده الطول ده وراسة أقول له طبعا كلام حضرتك أو كلام حضرتك مصبوط 100% الطول يتأثر بالعوامل الوراثية بطريقة رهيبة يعني ما ينفعش أب يميل إلى القصر أو أم تميل إلى قصر القمى قصر مش قصر قمى يعني ملحوظ لا يعني أب يبقى صير بس شوي خلاص؟ ويتوقع إن ابنه أو بنته يطلعوا طوال لا هو الطفل بياخد جينات الطول من الأب أو الأم أو الاتنين صح كده؟ يبقى الأرقام اللي احنا قلناها دلوقتي دي الأرقام الطول المثالية بحسب الأوزان المثالية وهتلاقوا عادة إنه لو الأب والأم مثلا يميلوا إلى الطول ملاش القصر أو يعني هم دي اتنين طوال هتنصروا تلاقوا ابنهم مش بس يميل للطول هتلاقي ابنهم برضو تجاوز شوية في الوزن عن الأوزان المثالية اللي قلناها ترجمة نانسي قنقر